اقتراض العراقي من الخارج يقترب من دخول حيز التنفيذ فمجلس النواب قرأ مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وهو قانون أرسله مجلس الوزراء إلى السلطة التشرعية في السابع عشر من أيار الماضي بعد أن استحدثه لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال أصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة التي يوافق عليها مجلس الوزراء لم يأتي مشروع القانون خفيف الظل على النواب فمسألة الاقتراض التي يعالجها آثارت حفيظة العديد منهم هذه الدولة تقدر تسويها وتقدر تقلل أيضا رواتب الموظفين حلال على الدولة مسموح له ولكن الدولة تنطين إذن الطرشة نفس الدولة وقولها بصوت عالي لما نتقدم بمشاريع مجزية لا تكلف الدولة في السن واحدا بل تدر على الدولة ملايين المليارات ترفض الدولة التطبيق الأموال كثيرة في العراق ولم يكن ليمر بهذا الظرف لو أنها أديرت بنزاهة وكفاءة وثق ما يرى بعض من النواب فالقبول بهذا القانون الذي أنا أجد مخالف لقانون إدارة الدولة العراقية لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن الركون إليه في ظل وجود منافذ للأموال العراقية موجودة في مؤسسات الدولة العراقية بمجرد تقنين الفساد نحن ممكن نوفر أموال بمجرد تعظيم موارد الدولة العراقية بمنفذين الزراعة والصناعة نحن ممكن نوفر أموال على ما يبدو لم يبقى سبيل سوى الاقتراب لتغطية النفقات الضرورية في موازنة العام الحالي التي يعجز كل حجم الإرادات المتوقع خلال الأشهر المقبلة في تغطية 20% منها